بسم الله الرحمن الرحيم أخواني وأخواتي طبيعة النفس البشرية تدفع إلى قضية نظافة البيوت وعدم الرضا باتساخها وهذا أمر طبيعي عند الناس إلا من شذ عن هذه القائدة ولذلك الناس يحرصون على تنظيف بيوتهم من الأوساخ ومن القادرات والحرص على تطيبها وتعطيرها لكن هناك نظافة معنوية أو أيضا أوساخ معنوية للأسف الشديد كثير من الناس لا يحرصون على تنظيف بيوتهم النظافة المعنوية وإنما يحرصون في الغالب على النظافة الحسية ولذلك تجد أغلب الناس لديه حرص على كنس البيوت تنظيف البيوت لا يرضى بوجود غبار معين وهذا طبيعي بالعكس هذا أمر محمود النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف الأفنية بتنظيف البيوت ونهى أن يبقى الإنسان مهمنا لبيته لكن في المقابل يوجد من الناس من لا يعتنون بالنظافة بالنظافة المعنوية وأنا أقصد بالنظافة المعنوية تنظيف البيت من كل ما نهى الله عز وجل عنه لأن الإنسان الذي لا يرضى أن يكون بيته متسخاً الأوساخ المادية هذه المحسوسة يجب عليه أن لا أيضاً يرضى بأن يكون بيته متسخاً بالأوساخ المعنوية وقصدي بذلك الاهتمام بنظافة البيت من حيث أولاً إشاعة ذكر الله سبحانه وتعالى من حيث أيضاً تنظيف البيت من كل ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من جملة ذلك إخواني وأخواتي ما يتعلق بالأمور التي تطرد الملائك النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيوتاً فيها كلاب أو صور كلاب أو صور هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك جاءت أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام وعد جبريل ليلة فلم يأته ما أتاه جبريل فأتاه بعد ذلك وأخبره بأن في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كلب وكان الحسن بن علي رضي الله عنه قد أتى بجرء صغير وأدخله تحت سرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر جبريل أن يخرج الكلب وأخرج الكلب ورش مكانهما لذلك الأسف الشديد إخواني وأخواتي أصبح هناك شبه ظاهرة وهي يعدها بعض الناس ثقافة للأسف الشديد على اقتناء الكلاب في البيوت ووجود الكلب في البيت هو طارد لملائكة الرحمن وجالب للشياطين هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام طبيعي إذا خرجت الملائكة من الذي يعقبها الشياطين فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من إدخال الكلاب إلى البيوت وعموم الكلاب لكن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع من الكلاب يجوز اقتناء للضرورة والحاجة كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الغنم وكلب الحراسة هذه مستثناء لكن هذه كل هذه الثلاثة هذه إذا تأملتها هي ليست في داخل البيت إنما تكون خارج البيت أما اقتناء الكلاب بمثل هذه الصورة تقليدا فهذه ثقافة غريبة جدا وطارئة على بيوتاتنا لذلك على الناس أن يتقوا الله وأن ينظفوا بيوتهم وأن لا يحرموا أنفسهم من ملائكة الرحمة صحيح هناك ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما تفارقك لا في حضر ولا في سفر ولا في نوم ولا في يقضة لكن هؤلاء هؤلاء مهمتهم الكتابة كتابة الحسنات والسيئات لكن هناك ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة لا تدخل البيوت التي فيها الكلاب الثاني ما يتعلق بقضية التماثيل نبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة كلب أو صورة مقصود بالصورة التمثال كما جاء مصرحا عند مسلم في رواية أخرى أنه التمثال ولذلك لما جاء جبريل وامتنع عن دخول بيت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال مر بالكلب فليخرج وبالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كالشجرة حتى يكون كالشجرة فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بإخراج الكلب وقطع رأس التمثال الذي كان موجودا في بيته فأصبح مثل الشجرة إذن أخواني وأخواتي كما أننا نعتني بنظافة بيوتنا ومنازلنا النظافة الحسية المادية التي لا يرضى إنسان أن يعيش بين هذه الأوساح كذلك يجب علينا أن ننتبه إلى النظافة المعنوية أن ننظف بيوتنا من كل ما حرم الله عز وجل من جملة ذلك المعازف المعازف هذه أيضا يجب على الإنسان أن يجعل بيته بيت إيماني بيت يتلى فيه القرآن لأن ما يجتمع مع كتاب الله عز وجل شيء يضاده ما يجتمع أبدا فلذلك من المهم جدا الالتفات إلى مثل هذه الأنواع من النظافة المعنوية حتى تكون هذه البيوت إيمانية بحول الله تعالى يحصل فيها استقرار وسعادة وهنى الحديث له بقية إن شاء الله نكمله فيه اللقاء القادم بحول الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته